اشتركوا في القناة حيث شهد اليوم الاول سلاس مواجهات التقى طلاعي الجيش مع المقاولون العرب وانتهت المباراة بنتيجة واحد صفر لصالح المقاولون العرب والتقى الجونة مع الاسماعيلي وانتهت المباراة واحد صفر لصالح الاسماعيلي واختتم اليوم الاول بمباراة برامز وامبي في لقاء مسير انتهى بربعية نظيفة لصالح برامز وشهد اليوم الثاني الاحد 22 سبتمبر اربع مواجهات حيث التقى أسوان مع مصر المقصة في مباراة انتهت بنتيجة 3-2 لصالح مصر المقصة أما مباراة ودي دجلة وطنطا انتهت بنتيجة 1-0 لصالح طنطا ومباراة الانتاج الحربي وفسي مصر انتهت بفوز الانتاج بسلاسية النظيفة واختتم اليوم بلقاء المصري وحرص الهدود الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين واحد واحد واختتمت فعليات الجولة الأولى اليوم الاثنين 23 سبتمبر حيث شهد لقاءين هامين اللقاء الأول بين سموحة والأهلي والذي انتهى بفوز الأهلي 1-0 أما اللقاء الثاني بين الزمالك والاتحاد السكندري والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0 بعد هذه النتائج يأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي جاء في المركز الأول فريق نادي برامدس برصيل سلاس نقاط وتقدم بفارق الأهداف يليه في المركز الثاني الانتاج الحربي برصيل سلاس نقاط ثم مصر المقصة في المركز الثالث برصيل سلاس نقاط المركز الرابع طنطا برصيل سلاس نقاط المركز الخامس فريق النادي الأهلي برصيل سلاس نقاط المركز السادس الإسماعيلي برصيل سلاس نقاط المركز السابع الزمالك برصيل سلاس نقاط المركز الثامن المقاولون العرب برصيل سلاس نقاط أما المركز التاسع جاء حرس الحدود برصيل نقطة واحدة والمركز العاشر فريق ناري المصري برصيد نقطة واحدة المركز الحضاشر فريق أسوان برصيد نقاط صفر ثم المركز الثاني عشر فريق والي ديجلا برصيد نقاط صفر ثم المركز الثلاثاشر الجونا برصيد نقاط صفر المركز الاربعتاشر سموحة برصيد نقاط صفر المركز الخمستاشر الاتحاد السكندري برصيد نقاط صفر المركز الستاشر طلاع الجيش برصيد نقاط صفر المركز 17 ناري FC مصر برصيد نقاط 0 والمركز 18 والأخير MB برصيد نقاط 0 في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة